قبل بس ما اقول يا جماعة تعليق بصورة على كان معي مبارح الدكتور رحمد سيد مجرى رئيس مجلس ادارة صحيفة الاهرام سابقا اللي قدم استقالته بعد مجموعة من الازمات والصدمات والصراعات وقلت دايما انه صحيفة الاهرام تحديدا يعني هي جزء كمان من وجدان المصريين زي حتى ما بنقول يا جماعة ما سبيره حافظه عليه وايضا صحيفة الاهرام هي عملاق الصحافة المصرية والعربية وهي عنوان لمهنة الكلمة وبالتالي الازمات فيها بتهمنا كثيرا قامت الدنيا ولم تقعد بعد حوار الدكتور رحمد سيد مجرى معانا بالامس من حق الصحفيين في صحيفة الاهرام ومن حق قيادتها المختلفة ان يغضبوا بسبب الكلام الذي قيل يعني لكن المؤمن بمهنتنا والعارف بها جيدا نحن نملك السؤال والضيف يملك الاجابة خاصة انه كان رئيسا لمجلس ادارة الصحيفة والازمات الحقيقة احنا تنوعنا بين ما هو سياسي وما هو مالي واداري والازمات السياسية والمتعلقة حتى بالتحرير كانت اكثر اللي اتكلمنا فيها وكشف بعض الوقائع وبعض الملابسات من حق الجميع طبعا ان يردوا على ذلك صحيفة الاهرام نهاردة عقدوا اجتماعات متعددة وايضا الهيئة الوطنية للصحافة وصدرت عدة بيانات كان البداية اجتماع طارق لمجلس ادارة الاهرام للرد على احمد السيد النجار اللي هنشوفه على الشاشة ده كان الخبر الاول اللي تم تداوله بشكل كبير ومجلس ادارة مؤسس الاهرام قال انه هيستدعي احمد السيد النجار للتحقيق في الكلام اللي قالوا في البرنامج بعد كده الهيئة الوطنية للصحافة اصدرت بيانا اكدت فيها وقوفها بحسم ضد اي محاولة للنيل من المؤسسات الصحفية القومية واكدت الهيئة في بيان صادر يعني انها بتساند حقوق المؤسسات الصحفية القومية ومنها مؤسس الاهرام وشددت على حرصها على تفعيل مواثيق الشرف وقالت كمان انها هذه المواثيق بتحذر افشاء اسرار المؤسسات ونشر الاخبار الشخصية للعاملين فيها وتشويس سمعة هذه الكيانات الكبيرة طبعا يعني ده كل ده كلام يمكن الرد عليه وهو رئيس الهيئة يعني صحفي يحظى باحترام والاستاذ كرم جبر وكلام طبعا ما فيش مؤسسة يمكن التعامل معها لانها مؤسسة مغلقة وإلا ايضا اي وزارة تقول حظر اي اخبار تتعلق بها ولا يجب افشاء اسرارها هنا ما تبقى اسرار انه فيه واحد اتجاوز واحدة يعني او فيه نميمة من هذا النوع لكن لا انه تبقى فيه قضايا متعلقة بمهنة الكلمة ومتعلقة اذا كان فيها فساد فيها انحراف او فيها ايضا صدام يؤدي الى اهتزاز في صحيفة زي ما بقول لكم اه يعني هي تعكس حالة الصحافة مش في مصر بس في العالم العرب كمان صحيفة الاهرام اصدرت بيانا مجلس ادارة مؤسسة الاهرام اه والبيان بيرض فيه على كل ما اثير وكل ما جاء في الحلقة البيان طبعا طويل وكبير قال فنت فيه كل ما جاء في البرنامج بالامس اه بيان كامل للرد على حلقة الامس مع الدكتور رحمد سيد مجار رئيس مجلس ادارة صحيفة الاهرام المستقيل اللي قدم استقالته احتجاجا اه والحوار كان شاملا يعني حتى اه تضمن بعض الوقائع منها ما يتعلق بمقاله الذي منع عن مصرية تيران وصنفير او صدامه حتى مع السفير السعودي في مصر والذي وصل الى حد التراشق بزجاجات المياه في منزل السفير الجزائري وقائع يعني كانت متعددة ومختلفة لا تستهدف احدا اه في كل الاحوال حق الرد مكفول للجميع قبل ما اطلع فاصل اه السيدة هيبة السويدي اه بتتبرع لعلاج المصابين بالحروق في الواقع اللي شفناها اه انفجار انبوبة البتجاز واللي قلنا يا جماعة القضايا المجتمعية مهمة جدا لانها احنا بنتعايش معاها زي ما بنقول اوتوبيس المدرسة ونهتم بوقائع يا جزء من اه الاجندة اليومية للمواطنين انبوبة البتجاز وما يحدث اه بسببها عدم وجود الضمانات عدم التأكد كوارث يمكن ان تحدث ولدالمواطنين انبوب